في وسط الضغطات لكلها فكرك مين اللي هيوصل؟ تعال نقول حتى للمربع الذهبي للنوسخة دي من الدول لا هو الأهلي والزمالك هيفضلوا مكملين طبعا والفكرة كلها بتبقى مين اللي نفسه طويل يعني السنة دي للأمانة غزل المحلة واضح انه هو بيقول حاجة يعني عندهم للأمانة مدرد جاية مشوكة رمصات كده تقول تعالى الفرقة بترجع يعني ممكن تبقى مغلوبة وترجع تكسب بيقدوا خارج ملعبهم زي جوا ملعبهم بيلعبوا كرة كمان يعني ماتش الأمانة ماتش الأهلي وغزل المحلة في ملعب المحلة كان فيه كرة حلو المحلة كان بتلعب والقالي كان جيم مفتوح وجيم جماهيري فالمحلة لو استمرت على نفس المستوى من غير المشاكل اللي بيخشوا فيها في بعض الأحيان اللي هي المشاكل الإدارية والمالية ممكن نلاقي غزل المحلة مستمر في المربع الذهبي بيرامدز واضح انه متزبزب شوية ولكن بيرامدز بيجي في الآخر ساعات بيستغل تعصرات الأندية اللي هي ما بتقدرش تكمل بسعالفكرة جزء كبير أو عدد كبير من الأندية يعني دعم صفوفه بصفقات كثيرة احنا قلنا عنشوف اللي اختلاف كله في النسخة دي من الدول بس لحد دلوقت احنا بنشوف تقريبا النص يعني لو الجدوى الموجود هتلاقي ان فيه 8 أو 9 فرق بيصاروا عطا يعني على الهبوط على الهبوط يعني قريبين يعني حتى سموحة مبارحة طب ازاي كده ما يا دي الحاجات الغريبة يعني انت النهاردة بتشوف نتائج الفرق اللي هي يعني النهاردة سموحة لعب ماتش ما تقدرش تقول لعب ماتش قوي مع الأهلي أو انهو بيلعب المكسب وكان مقفل وبيلعب هجمة مرتدة لكن لعيبة سموحة انت لو استعرضت نتائج سموحة بشكل عام وده الحاجة اللي تخلي ممكن الجمهور برضو يزعل أو يتضايق ان النتائج سموحة عموما من مداية الموسم مش نتائج جيدة صحيح سموحة دخل فيه تقريبا سبع أهداف مسجل عدد قليل جدا من الأهداف خسر من الزمال خسر من الاتحاد السكندري يعني حتى متعدل مع فرق هي متزيلة جدول الترتيب فهو مش فريق يعني نقدر نقول انه حاليا يعني في الوضع الحال هو يعطل انه دي الأهل يعني مش من قمدية القم حاليا لكن سموحة طبعا في مواسم سموحة كافري بنافس بالضبط جي حاجة تزعل حتى لو بنستعرض الملخص المباراة ما فيش يعني الجمهور الأهلي فعلا يعني مش تلاقي يعني ماتش فاركو النادي الأهلي في ماتش فاركو رغم الفوز بلاس ناينتي والكان صعب لكن النادي أهلي في ماتش فاركو راح تقريبا بست فرص محققة للتسجيل خلق فرص هجومية لعبت النادي الأهلي كان بتروح على المرمة كانت عندها فرص فيه هدف لبرونو سافيو فيه شك تسلل على كريم فؤاد ولا لأ كان فيه يعني كان فيه شكل تقدر تقول عليه آه لأ لنهاردة حتى لو لو قدر لها كان حصل تعادل احنا رحنا وكان فيه جزء عدم توفيق لكن لازم يعني طبعا احنا في قناة الأهلي دائما بنساند طبعا فريقنا ومدربنا وكل حاجة بس ساعات لازم برضو عشان تبقى صريح مع الجمهور لأ انبارح فعلا الماتش يقلق شوية فنخرج منه بإيه مبارح ان لعبة النادي الأهلي هي من المفترض طبعا ان هي الأفضل في مصر من المفترض ان هي عندها مهارات فردية وعندها امكانيات تقدر ان هي في بعض الأمور تحل لو مثلا فيه ماتش متعقد زي كده بمهارة يقدروا يحلوها فأنا تمنى ان لعبة النادي الأهلي تراجع يعني لو فيه حد حاسن هو مستوى متزبزل حد حاسن هو تعبان مرهق يعني اكيد يقدروا عندهم من الخبرات لعبة كسبة اتنين دوري ابطال افريقيا كسبة اتنين سوبر كاسعان اندايا مركز ثالث مرتين ماينفعش هذا الجيل برضو هما ليهم لإسمهم والتاريخ ومعنادي الأهلي فعش تقال ان هذا الجيل خسر ثلاثة دوري متتالي هتبقى صعبة يعني هتبقى بالنسبة لهم صعبة فهم يقدروا يعني يقدروا لسه الدوري فيه وقت فنراجع اخطاء الماضي الأهلي ودور طبعا منظومة الإدارية في النادي الأهلي اللي احنا نتكلم في الحتة اللي احنا هي كوني المفترض ايه المنلعبش من دي احنا دي مهمتنا احنا دي سبوها لنا احنا احنا ندافع او على قد ما نقدر نوصل صوت النادي الأهلي وجمهوره ولكن انتو بقى عليكم في الملعب تركزكم ان انتو ما تضيعوش مجهودكم ما تضيعوش نقاط سهلة تريحكم بعد كده لان فعلا اللي جاي اللي جاي اصعب كاسة عامل اندية المرة دي هنلعب فيه يعني ان شاء الله هنلعب فيه ماتش زيادة اللي هو ماتش اوكلان سيتي اللي هو التمهيدي الاول عشان احنا رايحين بدل فريق الدولة المستضيفة فالنهاردة هتلعب مع اوكلان ربنا يكرمك وكسبت هتلعب ماتش كسبت هتلعب ماتش تاني تالت ورابع بعد كده تخلص تشوف الكاف هيحط لك الماتش بتاع الهلال السوداني او في دوري ابطال افريقيا اللي هو اول جولة اين كان مع مين هيبقى ابل ابل